أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سبيعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأولالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيلا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نقعلكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نخاف من ربنا يوما عدو سنقا طغيرا فوقعهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنه غيرا ودانية عليهم ضلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت كاريرا قاريرا من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتم حسبتهم نؤلؤا منسوها وإذا رأيتم رأيت لعيبا وملكا كبيرا عليهم ثياب صندس خضر ويستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصفر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كثورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ترجمة نانسي قنقر